الحياة عجائب أقوال وحكم واقتباسات ستلهمك القوة وستمنحك الحكمة تابعوا معي هذا الفيديو للنهاية وإياكم أن تخرجوا من هذا الفيديو لتتعرفوا على هذه الحكم وعلى هذه اللآلئ التي ستمنحك القوة في مواجهة التحديات والأزمات أقوال واقتباسات في الحب والتعلق ستلهمك القوة أولاً إذا أردت أن تعرف أن الشخص الذي تحبه يحبك بصد عليك أن تجرب وتتكلم معه مكالمة صوتية في وقت فراغه إذا كان يحبك سوف يفرغ كل الكلام الذي في صدره لك سيكلمك عن كل شيء لن يمل أبداً من التحدث معك إذا كان لا يحبك سوف يخلق ألف اعتذار لكي يتخلص من تلك المكالمة لأنه لا يملك مشاعر تجاهك إن الذي يحبك بصد لا يمل من الحديث معك إنه يحب أن يكون معك أكثر وقت ممكن لأنه يحبه إمسك بصحن زجاجي وارمه على الأرض هل انكسر؟ بالطبع نعم أخبر هذا الطبق وقل له أنا آسف هل رجع كما كان؟ كلا هل فهمت الآن؟ إياك أن تجعل الشخص الذي تحبه يسيطر عليك أو يتحكم بك كما شاء ويبتعد عنك وقت ما شاء أو يتقرب منك فقط في أوقات فراغك إياك أن تلعب دور المسامح لكي لا تخسره بل يجب عليك أن تخسره مثل هذا المحب خسارته أكبر انتصار وأعظم معركة تربحها حتى تصون كرامتك عندما يقول لك أحدهم أنا أحبه قل له إلى متى؟ فالحب أصبح مؤقتا هذه الأيام عندما يحبك شخص بكثرة ويريد أن يرحل إياك أن تسمح له بالرحيل إن تركته يرحل سوف ينكسر شيء بداخله عندما ترى شخصا ينصحك وهو يصرخ في وجهه عليك أن لا تقاطعه لأن وراء هذا الصراخ حب كبير لا يستوعبه قلبه يا صديقي هل هي تحبك؟ هل أنت متأكد من ذلك؟ كلا إنها تريد ملأ فراغها العاطفي إنها تتلاعب بك وبعد ذلك يأتي من يضمن لها مستقبلا زاهرا قل وداعا لذلك الحزن العميق الذي في نفسك والذي أهانك قل وداعا وتأكد أنها مرحلة تعلمت فيها أن تكون قويا وأن لا تكون مهانا وأن لا تعلق قلبك بشيء لا يستحق وداعا للأشياء التي تستحق التوديع قل وداعا واملأ قلبك بشيء أعلى املأ قلبك بحب الله املأ الفراغ الذي في داخلك املأ هذا التعلق واملأ هذا الحب بالانشغال بشيء آخر قل وداعا لكل من جرحت لكل من جعلك تبكي قل وداعا لهذا الشخص الذي لا يشعر بوجودك قل وداعا لكل دمعة نزلت من عينك على هذا الشخص الذي لا يستحق هذه الدمعة ولا يستحق هذا الحب ولا يستحق هذا العطاء المحب الحقيقي الصادق هو ذلك الشخص الذي ينظر إليك من بين الجميع الذي يتعلق بك هو الذي عندما تغيب عنه يحدثك في كل ساعة إن المحب الحقيقي لك هو الذي يهديك وقته كله هو الذي لا يتعذر بحجة العمل أو الظروف هو الذي عندما تكون حزينا يحزن لحزنك وعندما تكون سعيدا يسعد لسعادتك ليس الحبيب حبيبا وقت اللقاء فقط قل وداعا لكل شخص ثقلت عليه رسائلك قل وداعا لكل شخص يؤذيك باسم الحب قل وداعا لكل من جرحت لكل من جعلك تبكي قل وداعا لهذا الشخص الذي لا يشعر بوجودك قل وداعا لذلك الشخص الذي لا يتفرغ لك ولا تشعر معه بالمحبة قل وداعا قل وداعا لكل دمعة قل وداعا لذلك الحزن العميق الذي في نفسك والذي أهانك قل وداعا وتأكد أنها مرحلة تعلمت فيها أن تكون قويا وأن لا تكون مهانا وأن لا تعلق قلبك بشيء لا يستحق وداعا للأشياء التي تستحق التوديع قل وداعا المحب الحقيقي الصادق هو ذلك الشخص الذي ينظر إليك من بين الجميع الذي يتعلق بك هو الذي عندما تغيب عنه يحدثك في كل ساعة إن المحب الحقيقي لك هو الذي يهديك وقته كله هو الذي لا يتعذر بحجة العمل أو الظروف هو الذي عندما تكون حزينا يحزن لحزنك وعندما تكون سعيدا يسعد لسعادتك ليس الحبيب حبيبا وقت اللقاء فقط قل وداعا وتأكد أنها مرحلة تعلمت فيها أن تكون قويا وأن لا تكون مهانا وأن لا تعلق قلبك بشيء لا يستحق وداعا للأشياء التي تستحق التوديع قل وداعا واملأ قلبك بشيء أعلى املأ قلبك بحب الله املأ الفراغ الذي في داخلك املأ هذا التعلق واملأ هذا الحب بالانشغال بشيء آخر عليك أن تملأ الفراغ الذي في داخلك عليك أن تنشغل بأي شيء آخر فنفسك إن لم تجغلها بالحق شغلتك بالباطل في نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من أقوال وحكم ولا تنسوا دعم القناة بالأعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة